السلطات الألمانية تدرس طلبا من إيران لسحب 300 مليون يورو من حسابات مصرفية في ألمانيا وتحويلها إلى إيران التي تسعى لسحب أموالها من البنك الأوروبي الإيراني خشية أن تواجه نقصا في السيولة حين تفرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاعها المالي وأبلغت إيران هيئة الرقابة المالية الألمانية أنها تحتاج الأموال لتوفرها للمواطنين الإيرانيين الذين يحتاجون للسيولة عند السفر إلى الخارج في ضوء عجزهم عن الحصول على بطاقات إتمانية معتمدة وتدرس الهيئة طلب الذي أطلعت عليه مسؤولين كبارة في المستشارية ووزارة الخارجية ووزارة المالية بحسب صحيفة بيلد وتأتي هذه الخطوة الغير مسبوقة بعدما أعلنت واشنطن عن عقوبات جديدة على إيران وطلبت من جميع الدول وقف شراء النفط الإيراني بحلول تشرين الثاني نوفمبر ومن الشركات الأجنبية وقف التعامل مع إيران وإلا ستدرج على قوائم سوداء ولم يتسنى الحصول على تعليق من الهيئة أو وزارة المالية أو الخارجية كما امتنع البنك المركزي الألماني بويندس بينغ عن التعقيب وأحجمت متحدثة باسم البنك الأوروبي الإيراني عن التعليق بسبب قوانين السرية المصرفية وذلك بحسب رويترز وكان قد أعلنت كبرى شركات الشحن الفرنسية يوم السبت وقف أنشطتها في إيران خوفا من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دولاند ترامبا في أيار مايو من الاتفاق النووي المبرام في 2015 شكرا